طب اديني خطوات او خطوات يعني مباشرة واضحة للناس اقدر ان انا من خلال هذه الخطوات اعمل هدنة اريح نفسي شوية اعمل ايه هل انشغل بحاجات تانية هل يعني اتغاضع عن نشرة الاخبار مثلا هل احسس نفسي بشعور عكسي بالنصر والتأييد والمنعة هل اقرأ حاجة معينة تفضل حضرتك الجمعية الدولية العلم النفس الايجابي اللي انا اشرف بعضويتها قائمة على مفهوم قلب الحدث السلبي لحدث ايجابي علم النفس الايه الايجابي هو فيه علم نفس تاني غير الايجابي اه طبعا ياه الجمعية الدولية العلم النفس الايجابي مختصة بكل حاجة في علم النفس اللي تخص الامراض والعلاج ومن تخص ايه تخص ان انا ازاي انجح جدا وابقى سعيد جدا وابقى عايش ممتن لله انه عايشني فعلا وعلاقاته تبقى مستقرة وحياته تبقى مستقيمة يعيني كلام محترم فسمو علم النفس الإيجابي ملوش علاقة بالأمراض ولا بالعلاجات ده ليه علاقة بإنه يخلي الناس عايشة أحسن إزاي؟ أفضل إزاي؟ اتأسس سنة 98 في الجمعية الدولية لعلم النفس اللي هي الـ ABA اللي أشرف بعض وياتها برضو جي واحد اسمه مارتين سيليجمان رجل عظيم محترم عمل جوه وهو بيرأس الجمعية الأمريكية العلم النفس عمل قسم مختص بعلم النفس الإيجابي قال لك احنا مش عايزين نعالج ونشخصه بس احنا عايزين ننمي ونطور عايزين الناس دي تبقى قادرة إن هي تكمل حياتها أحسن عايزين الناس تنجح وتبسط وتكمل حياتها وهي مبسوطة فعملوا علم النفس الإيجابي مش مجرد كلام تحفيز مش مجرد كلام وخلاص ده برنامج علمي برامج كتير اتعاملت فعلم النفس الإيجابي محتاجينه جدا ده اتفضل نعمله ازاي وخطواته ايه شوف يا فندم قلب الحدث السلب الحدث الإيجابي هي نقطة محتاجة نظرة مركزية يعني أيها قلنا في الأول أنا محتاج أبص علي وأعمل تكنيك في العلاج اسمه الأوفر فيو تكنيك أوفر فيو تكنيك إن أنا أعمل نظرة من مصقة أفقي على حياتي مصقة أفقي يعني بشوف حياتي من فوق كويس فبشوف حياتي من فوق عبارة عن ثلاث حاجات الأفكار اللي أنا بفكر فيها والمشاعر اللي بحس بيها والسلوكيات اللي بعملها ما لهمش رابع الأفكار غير المشاعر ده حاجة وده حاجة خالص ده شيء وده شيء تماما معلش أنا عاوز أعرف الفرق بينهم حاضر الأفكار هي اللي أنا اتكلمت عنه في الأول أكبر حاجتين ممكن يكونوا مؤذين للناس هو التفكير الزائد الأوفر تينكينج والكمالية البرفكشنازم اللي اتنين يخلصوا على البني آدم في أسرع وقت عاوزوا بالله طيب ده مختلف عن المشاعر طبعا بيختلف عنه إزاي الشعور أنا بحس بحاجة معينة أصلها فكرة لكن عمر الفكرة ما يبقى أصلها شعور يعني لما أقول فلاني الفلاني ده أنا ما بحبوش لله في لله طبعا أنا ألحقتها في الله والله بريء من اللي أنا قلته ما لوش علاقة طبعا بحبوش دي مشاعر طب ما تيجي مفكر ما بتحبوش ليه مش يمكن أنجح منك مش يمكن أشطر منك لما فكر عن الأسباب دي بتبقى أفكار طبعا أنا صح طبعا مصبوط يبقى لو أنا حسيت بشعور معين حب كر غيرة حقد غل مواد ده دي اسمها مشاعر إنما لما فكر في أسبابها دي اسمها أفكار حقيقتها أفكار يبقى أنه حنبص بشكل رأسي على نفسك من فوق حتلاقي نفسك منقسم لثلاث أجزاء أفكار ومشاعر والسلوك والسلوك